كوكبة من السياسيين كانت السيدة جيهان السادات موجودة كان الأستاذ أحمد أبو الغيط كان موجودا وكان فيه زوجة شهيد وهذا البلد هذا البلد سيظل يشعر بالوفاء وبالتقدير لكل الشهداء وكل المصابين في كل العمليات في مصر لأن هذا الوطن هو أرض الشهداء واستشد فيه الكثير وما زال في شهداء قادمين في الطريق لأنه هو ده قدر مصر قدر مصر أن يكون فيه جيش يحميه بالدم حقيقة بالدم حقيقة بالدم حقيقة بالدم وليس كلاما كثير من جيوش العالم تتحدث عن أنها تضحي بالدم ولكن الدم عندنا في مصر يراه الناس كل يوم نشوف زوجة الشهيد أحمد منسي التي أبكت مصر كلها اليوم مصر كلها وقفت تشوف زوجة الشهيد اللي بتتكلم عن جزب وأنا مش طبيب نفسي ولكن إيه العظمة والجبروت والقوة والإباء والشمم والثبات اللي بيجي لها للشهدة ده ربنا بينزل عليهم سكينة غير طبيعية وتنظر لها وتقول إيه ده أنا مثلا بتعور كده ولا حد من عيلتي يتعب ولا عمل عملية أعضلتم وصوت إيه العظمة اللي انت فيها دي إيه الثبات اللي انت فيه ده إيه القناع الاغتناع أن هذا الرغم قد ضح بشبابه وبأسراته ووجوده فيها علشان مصر ليس كلاما يعني احنا كلنا بلكلام وتحيا مصر وإحنا بنحب لا 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 ده فيه ناس بتحب مصر فعلا حقا وصدقا نشهد نسمع زوجة شهد